احتقان كبير تشهده الأراضي المحتلة في ظل محاولة الكيان المحتل إقامة طقوسه التلمودية في باحة المسجد الأقصى ورغم مخاوف الكيان التي أدت بالمتحدث باسم رئاسة الحكومة إلى نفيرية يهود إقامة طقوس وذبح قرابين في الحرم الشريف إلا أن رئيس حركة ما يسمى عائدون إلى الجبل رفعيل موريس أكد أنه سيتم تقديم القرابين بتعاون شرطة الاحتلال حركة حماس على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم أكدت أن تنفيذ التهديدات بدبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك يعني أن الاحتلال يعبت بصاعق التفجير الأكبر ويشعل المنطقة برمتها من جانبها دعت الفصائل الفلسطينية في ختام اجتماعها الأربعاء في غزة المقاومة إلى مزيد من الاستنفار والجهوزية دفاعا عن المسجد الأقصى كما دعت إلى التعبئة العامة والخروج بمئات الألاف والزحف الكبير وأداء صلاة الجمعة في الأقصى حماية له ميدانياً استشهد محام هيئة مقاومة الجدار والاستطان في شمال الضفة الغربية محمد حسن عساف برصاص الاحتلال صباح الأربعاء في مدينة نابلوس داخل سيارته رغم أنه لم يكن يشكل أي خطر حسب ما أكده مدير عام توثيق انتهاكات الاحتلال في هيئة مقاومة الجدار والاستطان قاسم عواد وترقباً لانفجار الوضع هذا الجمعة نشر الاحتلال الصهيوني تعزيزات أمنية كبيرة على أطراف المسجد الأقصى والأراضي المحتلة مع استنفار لقواته في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة نانسي قنقر